السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ان شاء الله النهاردة هنكمل الجوز التاني في المحاضرة التانية اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الرافن دوبلازميك والسموس والجولجي والليزوزوم ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن البيروكسيزوم كل دي حاجات ممبرنس كل دي عديات لها غشاء يبقى البيروكسيزوم ده ممبرنس نفس الكلام يعني ايه بيروكسيزوم زوم يعني جسم بيروكسي يعني اكسدة الاكسام المؤكسدة بيروكسيزوم تمام يبقى دي فيها اكيد انزيمات بقى مش اسيت هايدروليزز اسيت هايدروليزز دي كانت في الليزوزوم اما البيروكسيزوم في اكسيديزز انزيمات مؤكسدة اكسيديزز تمام ماشي اللي بتصنع الاتش تو او تو يبقى الانزيمات الاكسيديزز دي بتصنع الاتش تو او تو وفي انزيم اسمه كتاليز انزيم الكتاليز ذا بيعمل ايه بيحول الهايدروجن بيروكساد لانه ضر وخطر على الخليج يحوله الميا وإكسجن يبقى تاني لو احنا عايزين نقول تعريف البيروكسيزوم ده ممبرس أورجانيل كنتين أسد هيدروليز أسد هيدروزيز دي بكابل أسد أكسيديز السوري نعنش البيروكسيزوم ده ممبرس أورجانيل بيقي في أكسيديز في أي أكسيديز تمام الاكسيديزيز دي بتعمل ايه بتصنع H2O2 والH2O2 ده يتحول لمية واكسجين عن طريق انزيم اسمه كتاليز مهم او الكتاليز ده اعرفه بيحول H2O2 لمية واكسجين عشان الخالية تستفيد منهم لان H2O2 ده اصيره ضرع الخلية هو تصنع من الاكسيديزيز فسا عايزين نخلص منه بانزيم الكتاليز طيب باللات ناكريسكوب مش هقدر اشوفه بارد كانت بي ايدنتفايد زيه زي اللايزوزوم اللايزوزوم كنا بندور عليه بانزيم الاسد فوسفاتيز اسد فوسفاتيز ده كنا منلاقيه نقول ان فيه ليزوزوم في المكان ده طيب البيروكسيزوم ادور عليه بالانزيم المهم بتاعه كتاليزي احنا اخذنا H2O3 3 مرات مع الميتوكوندريا ساكسينيك دي هيدورجنيز مع اللايزوزوم اسد فوسفاتيز ومع البيروكسيزوم كتاليز ده مش موجود غير في البيروكسيزوم طيب بالE M فاكرين ال M بتاع اللايزوزوم كنا قولنا برايميرليزوزوم وساكندري وده هوموجنس وده هترويجنس والكلام ده اما هنا بال E M لو من البيروكسيزوم hub مختلف عن الرودنت الرودنت ما لايقوى القوارد لو في الهومن بيبقى small physical فيه physical كده مدوّرها وهوموجنس متجنسة ومي اللي كان قبل كده متجنس وهوموجنس البروكسيزوم بقى شبه البروكسيزوم كده بس صغير عنه تمام هوموجنس و granular electron density كور. محببة كده بس هو مجلس. حتة واحد. درجة واحدة. اما في الرودنت في الكوارد لقوا بتبقى مور الكترون دنس كريستالين كور. بقى فيه لب في النص كده. فيه حتة في النص غمق عن اللي حواليه. ماشي? كريستالين شبه الكريستالة كده. كريستالين كور يسموها نيوكليوت كأنها نواي. حاجة شبه النواي. انت عارفين اي حاجة في نصها كده يبقى اسمها نواي. فالكسيم كريستالين كور ده او دنسو كريستالين كور ده. كأنه شبه النواي جوه البيروكسيزون فيسموها نيوكليوت. اويد يعني شبه. حاجة شبه النواي. بصوا معي كده على الصورة. لان فيه يوريكيز. اليوريدنت هي اللي فيه الانزيم اليوريكيز. اللي بيحقيه. آآ الانزيم ده مش موجود غير فين القوارد. هو ده اللي عامل المنظر ده. عامل منظر الكريستالة اللي في النص اللي هي كريستالين كور دي. يبقى تاني. لو انا شفته بالمنظر ده هموشنا الزرجة واحدة كده. يبقى ده بيروكسيزون ودي خلايا من الانسان. طب لو جبنا فار بقى او حاجة من القوارد ولقينا فيها المنظر ده. نيوكليوت. يبقى ده ايه? ده عبارة عن آآ انزيم اليوريكيز اللي موجود في الرودنت في القوارد. عامل الايه منظر الكريستالة دي آآ في القوارد. تمام? يبقى ده انزيم اليوريكيز غير انزيم الكاتاليز. يبقى الكاتاليز بيحاول اله تو او او اه اله تو او واكسجين. اما اليوريكيز ده انزيم موجود فين? موجود في الرودنت وبيدينا الكريستالين كور المنظر قدامنا ده. ايه وظيفة البيروكسيزوم? وظيفة البيروكسيزوم نستعيلين. بيصنع اله تو او تو وبروتكت ازا السيل بيحمل خلية من تأثير هاد دار او سيجريجيت يعني بيعزل. زا ديفولوبنج يقيتش يتقطه. الديفولوب يقيتش يتقطه اللي تكون من اللي بيعزله ويعنه جواه البيروكسيزوم. عند بروتكت زا السيل? بروتكت يعني يحمي. زا السيل الخلية من تأثيره قدر. طيب ايه كمان? بيتا اوكسيديشن اوف لونج تشين فاتي اسد. فاكرنا قبل كده ما قلنا الميتو كوندريا ووظيفة الاساسية تصنيع الطاقة. قلنا ساعدت تشطر على الاحماض القصيرة وتأكسدها. طب من اللي كان بيشطر على الاحماض الكبيرة ويغلبها البيروكسيزوم بتاع الاكسادة. بيروكسيزوم بيأكسد الاحماض الطويلة. تمام? طيب. ايه كمان? لقوا ان هو يبقى حاكتين لهم علاقة بالاكسادة. اكسادة الاحماض اه الدهنية الطويلة وانتاج الاتشي تو اوتول وهايدروجون بيروكسايد. وكمان بيصنع البايل اسد دي الاحماض بتاع العصارة الصفروية. تمام? اللي بيصنحها البيروكسيزوم. عشان كده البيروكسيزوم ده يبقى موجود في خلايا الكبد. عشان يصنع البايل اسد دي. تمام? يبقى ده وظيفة البيروكسيزوم. يبقى كلمنا عن البيروكسيزوم وهم حاجة انزيم الكاتاليز اللي فيه بالهيستوكيميستري وشكله مجنس في الانسان وفيه نيوكليوت في الروتن. طيب. نعنا كيس كده نقصها نقراها. 45 ميل بيشانت. بيشانت عنده 45 سنة كيمتو قرسو بدك كلا نكراح لعيادة المفاصل كده. كم بعوعدة العظم يعني. سكم بليننج اوف صدن سيفير اتاج. واشتكي بنصدد يعني مفاجئة. سيفير يعني خطيرة اتاك حجمات كده جديدة قلم شديد جدا وسويلنج يعني تورم وردنس احمرار للجوينت. عشوفوا الجوينت بتاعه مورم ومحمر وقلم شديد جدا. بالذات القاعدة بتاعت الصبع الكبير. صبع رجلو كبير. مع الفحصي يعني ازا الجوينت ووزي سوالن. لا الجوينت ده سوالن منفوخ كده مورم. سخن ولما اضغط عليه يوجع. في فرق بين بين فل يعني بيقلم لوحده. وفي تندر يعني اضغط عليه يوجعه. فدي تعتبر صين. حاجة الدكتور اللي بيشوفه. زا بلد ليفل اوف يوريك اسد لون يوريك اسد البلد ليفل بتاعه اي اسوه لقوه مرتفع. يعني مرتفع. يبقى الشخص ده عنده يوريك اسد كتير. ايه الدياجنوزس ولش جوينت ده رد كده وانفليمت. اليوريك اسد لما بيزيد كده هيترصب كريستالات. فاهميه فاكرين كريستالات تعمل الجوت. الجوت. يوريك اسد صلطة هي دبوزت ان جوينت يترصب في الجوينت المفاصل. شبه الايبر شبه الايبر كده. فاجوسيتوز يحصل له فاجوسيتوز الخليات تبلعوا حاجة غريبة ففاجوسيتوز ده عند فيوز لايزوزوم لما يتبلع جوه الخليه الكريستالات هي ادي كريستالة هي اتبلع الجوه الخليه بالفاجوسيتوز. وادي اللايزوزوم يتحدوا مع بعض. ماشي. ويبدأ الكريستالات دي تستفز اللايزوزوم آآ وتسكوبه وتعمل البرفوريشن كده آآ في اللايزوزوم فتخليه يصر بالانزيمات المحلية اللي جوه. يحصل ليكيج الهايدروريتيك انزيم. وطبعا الهايدروريتيك انزيم دي ما تخرج تبوز الدين والبهد الدنيا يحصل الانفلاميشن. يحصل الانفلاميشن الالتهاب. يعرفنا الالتهاب في الجوت جاي منين? كريستالات زايدة في الدم. بسبب شخص تبيه كل لحمة كتير. الكريستالات زايدة في الدم. الخليقة خدتها ودتها اتحد معها البرايمولايزوزوم. الكريستالات دي سقبت البرايمولايزوزوم وطلعت الانزيمات اللي جواه عملت انفلاميش. يبعدها بالنسبة للكيس اللي معانا. طب نبص لعشوات الاسئال اللي معانا كده. ميتوكوندريا ار نيومرس ان. ميتوكوندريا بتبقى زايدة فين? في الليمفسات ولا هيباتوسات ولا مستسيل ولا أر بيسيس ولا فاتسيل مين؟ انشط غالية عندنا الهيباتوسايت. الهيباتوسايت دي هبة يعني الليفر. هيباتوسايت يعني الليفر سيلس. يبقى وردك نبقى عارفين. هيباتوسايت هي الليفر ايه سيلس. وتشوف زا فلونج ارنت ميبراس أورجازي. يعني كل اللي جاندو قد يطلها غشاء معنا واحدة. احنا قلنا لعدات اللي هنيها غشاء. درسناها في محاضرة المرة دي. ميتوكوندريا غولجي. ليزوزوم. بيروكسيزوم. اندوبلازمي كورتيكولم. كل اللي حقادي ميتوكوندريا غولجي. اندوبلازمي كورتيكولم. بيروكسيزوم. كل دولة ممبرنوس. عليهم غشاء. من اللي مش علي غشاء السنتريول. السنتريول مع لهوش غشاء. هناخده المرة جان شاء الله. طيب السلكوت فاكرين بلط الخلية السلكوت ده كان كاربوهيدرات ريتش عن كوليستيرول لا بيبان بالإتش عندي ايه لا ده بيتسبغ بالباص قار كاربوهيدرات تستبغ بالباص موجودة عن ناحية بتاعة السيتوبلازم من السلمبرين لا ده ده كوليستيرول بيبقى سميك في الأمعاء الرفيعة يبقى دي الإجابة الصحيحة وطبعا عبارة عن كاربوهيدرات اسمه جلايكو كاليكس أو السلكوت قول جي أباريتش اسكاركترية زبايها قول جي ده عبارة عن ايه برارل تيبيول لا ده البرارل تيبيول دي كانت الار اي او هز قتاش ريبوزوم لا الار اي او برضو كلها قتاش ريبوزوم لا بتاعة الدهون دي اللي هي الاسي اي او هز ميكرو ميكروفيزيكل او هز رو بروتين او فعلا عنده ميكروفيزيكل حويصلات صغيرة فيها رو بروتين يعني بروتين خام لسه او بتبقى رايحة له وبعدين تجمع بعد كده وتبقى حويصلات كبيرة مهم عشان الفاجوزيتوزيس الفاجوزيتوزيس والفاجوزيتوزيس دي عايزة ليزوزوم يبقى الإجابة الصحيحة رقم دي في ميكروفيزيكل الاسي او هز روف سيرفس الصفحة بتاعها خشن لا ده سموس بلايرول المسل كونتراكشن او هي لها دور في المسل كونتراكشن وفي الديتوكسيفيكيشن والليبت سينسيزيس وغلايكوجين بريكداون فالاجابة دي صحيحة لانه بتخزن كالسا صحيحة سينسيزيس بروتين لا الارير اللي بتصنع بروتين فورمد قوفة 14 سكيول ده ده الجولوجي اللي بتيبقى 14 سكيول فيه هيدوريتك انزيم ده الليزوزوم اللي فيه هيدوريتك انزيم يبقى دي طريقة الاجابة وطريقة التفكير روفيتين موديفكيشن ازا تشوف دوي هو البروتين موديفكيشن والتعديلات البروتين دي مين اللي بيعملها جولجي ولا السيار ولا السنتريور ولا الاري ار ولا الميتو كوندريا بصراحة يعني الجولجي ينفع والاري ار ينفع يعني فممكن الايجابتين ينفعهم بس لو احنا قلنا بقى موديفيكيشن وتثابت كده خليها لايه الجولجي طالما قال تعديلات كده الاري ار بتضيف شوية كارباهدرت بس وخلاص اما الجولجي بيعمل تعدلات اكبر فهو اللي بقى الاجابة الصحيحة موديفيكيشن بالجولجي طيب من بيت الطاقة جوه الخلية ها الميتو كوندريا ميتو كوندريا هي بيت الطاقة بلازما برين قولنا ده شاطر اوي جاب تسعة من عشرة تسعة من عشرة ايه نانو تسعة من عشرة نانو میتر بالنانو وبكده بنتينا من المحاضرة التانية ارجو تكونوا استفدتوا منها وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة